في شعن مهربي آخر وفي مواجهة الإجهاد المائي الذي تفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية تتخذ المملكة إجراءات رائدة لتأمين التزود بالماء بشكل مستدام لسيما عبر تفعيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقيق 2020-2027 وبناء سدود جديدة بالإضافة إلى اعتمادي حلول مبتكرة في مجال تحلية مياه البحر المزيد نتابعه مع كلتوم الحاسية مساء الخير كلتوم مساء النور إيمان مساءكم سعيد مشاهدينا تنفيذا لتوجيهات سامية الواردة في الخطاب الملكي للربع عشر من أكتوبر من عام 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادي عشر أصبح المغرب يراهن على حلول مبتكرة لمواجهة الإجهاد المائية وقد تم إنجاز مشاريع كبرى في إطار البرنامج الوطنية ليتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الساقية والذي خصص له بعد ثلاث سنوات على إطلاقه غلاف مالي إجمالي بقيمة 143 مليار درهم موجه بالأساس لتعبئة الموارد المائية من خلال إنشاء بنيات تحتية مهمة لتخزين المياه وفي هذا الإطار يندرج مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي يروم بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب من الماء في اليوم أي بحجم 360 مليون متر مكعب في السنة عبر تحويل فائد مياه حوضي سبو التي كانت تضيع في المحيط الأطلسية نحو حوضي أبي رقراق بهدف تأمين تزويد محور الرباط الدار البيضاء بالماء الشرب وفي إطار استراتيجيته الشمولية لرفع تحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائية أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤخرا مشروعا يروم تقوية وتأمين تزويد مدينتي بركان والسعيدية والمراكز المجاورة بالماء الشرب سيمكن من رفع الطاقة الإنتاجية إلى 56 ألف و160 متر مكعب في اليوم كما ستستقبل مدينتها أسفي والجديدة بفضل اتفاق موقع في الخامس من يوليوز المنصرم مع المكتب الشريف للفصفات على التوالي من 10 و30 مليون متر مكعب من مياه التحلية في أفق رفع حجم المياه خلال السنوات المقبلة وفي مطلع سنة الجارية بلغ مشروع شفشاون مرحلة مهمة مع شروع في الاستغلال التدريجي للشطر الأول الذي سيمكن من رفع صبيب الماء الشروب بحوالي 13820 متر مكعب في اليوم انطلاقا من السد المحلية بهدف تحسين تزويد المدينة والدواوير المجاورة بالماء بشكل ملموس أما فيما يخص مشروع مدينة العيون فقد تم تسليم الدفعة الأولى من مياه التحلي انطلاقا من المحطة الجديدة لتحلية المياه خلال السنة الماضية تتوخى هذه المحطة المرتبطة بأثقاب ساحلية وتضم ثلاثة خزانات جديدة بساعة إجمالية تصل إلى خمسة ألاف وخمسمائة متر مكعب ومحطات للضاخة ومنظومة للتحكم عن بعد تروم تعزيز تزويد مدينة العيون والمناطق المجاورة من قبيل المرسى وفم الواد وتروم بالماء الشروب وهكذا تصل القدرة الحالية لمحطات تحلية مياه البحر إلى مائة وتسعة وسبعين مليون متر مكعب في السنة تم تعزيزها مؤخرا بمائة وعشرة ملايين متر مكعب إضافية بفضل محطتي آسفي والجرف الأصفر التي أنجزهما المكتب الشريف للفصفات هذا وقد عزز المغرب طاقته في مجال تحلية مياه البحر باثنتين عشرة محطة ومن المتوقع أن ترى النور مشاريع أخرى للتحلية مستقبلا بفضل الشركات بين القطاعين الخاص والعام التي تعد وسيلة فعالة للاستفادة من خبرة القطاع الخاص وبالإضافة إلى محطات التحلية يمثل بناء ثمانية عشر سدا جديدا ستنضاف إلى مائة واثنين وخمسين سدا كبيرا ومائة وواحد واربعين سدا صغيرا تشكل بعدا مهما للاستراتيجية المغربية في مجال الماء استراتيجية تروم رفع سعة تخزينية للموارد المائية إلى أزد من سبعة وعشرين مليار متر مكعب مع استكمال إنجاز ألاف الآبار والأثقاب المائية لاستخراج المياه الجوفية ومن خلال تفعيل البرنامج الوطني لتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الساقي والاستثمار في محطات تحلية المياه والسدود الجديدة أصبحت أولوية المملكة البحث عن تدابير جديدة ومبتكرة في إطار مقاربة استباقية من أجل تأمين تزود ساكنته واقتصاده بالماء بشكل مستدام هذا كل ما لدينا مشاهدين شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة